موسيقى السلام عليكم ورجعت لكم في حلقة جديدة من سلسلة جديدة اسمها طلاسم ون بيسية فك طلاسم وغرائب في ون بيس خلونا نبدأ باختصار في كل حدث تجيننا بعض الكلمات والنقاط اللي صعب الإجابة عليها واللي مخلي ون بيس فيه غرابة كثيرة ويمكن انها تشتت بعض الحقاق فراح اخذ اغلب الاحداث اللي جات فيها اشياء غريبة واجاوبها لكم عشان نفك الطلاسم هذه لكن اهم شي نبدأ بحدث البيق مام لانه حدث حالي وفيها اشياء غريبة ذكرت فلازم نجاوب عليها الحين وبعدين نرجع وارش شوي في الاحداث وكل حدث بجيب لكم مننا الطلاسم التي لم يجاوب عليها فالحدث هذا البيق مام قالت لن اخسر مثل ما خسرت مع روجر لن ادعى الذي حصل مع روجر يتكرر مرة اخرى وكانت تقصد حجر البونيغريف هذه كلمة جات ومشت وكانت مثل الطلاسم مثل اللغز ليه يعني هل تقاتلت مع روجر هل حدث بينها وبين روجر قتال وام ماذا انا اجاوبكم فيها من وجهات نظري اللي صار ان روجر سبقها الى رافته اللي كانت تسعى للسيطرة على العالم انها تكون الملكة العظمى فروجر سبقها فانا هنا لما اجي وقول ما راح اخلي احد يسبقني مرة ثانية مو معناها ان هالشخص تقاتل معي او سرقني لا هالشخص انجز انجاز ما قدرت اوصل له فهي الحين حريصة انها بدلها تسعى للانجاز انها تمنع غيرها من الوصول للانجاز هذا قبلها فقط وليس معناها انها تقاتلت مع روجر ان روجر سرقها انها هذا مستحيل جدا البيكمام الحين بما نحن خلصنا الطلسم هذا نحن للطلسم الثاني البيكمام عندها البونيغليف لكن ما عندها احد يقرأ البونيغليف فكيف راح تقرأ البونيغليف ففي نظرية انها مثل ما تقدر تزرع الارواح في الاشياء اللي عندها قد تستطيع زراعة الروح في البونيغليف وجعله يتحدث هذه نظرية حلوة لكن انا اقول ان البيكمام اللي شفناها انها تزرع الارواح في اشياء تم صنعه عندها في جزيرة الكعكة الكاملة لها اسلوب معين في الصناعة علمتها ابنائها كيف من الحلوة تقدر تصنع الارواح كيف تهيئ الجسد هذا لصناعة الروح وهذا راجع الى طصة جميلة عن الخباز الذي يصنع الكعك وثم يجعلها تتحرك وسوا عنها انيميات مثل الرغيف العجيب عن الخباز اللي يصنع سوبر هيرو من الكعك فهذه قدرتها الحلويات الكعك وما الى ذلك تبث فيها ارواح معينة بطريقة خاصة فيها لكن لم ارى البيكمام الى هذه اللحظة في الانيمي وضعت روح في شيء غير مصنوع من قبلها فلا اعتقد انها راح تزرع الارواح في البونيغليف فيتحدث لها البونيغليف لسبب مهم جدا ان البونيغليف في الاساطير حقتها ايضا حدث حجر اسطوري لا يتحدث الا لمن يجمع كل البونيغليف تجمع كل خيوطه ويتحدث للملك المختار مثل حجر الملوك في التواثة دي دنان لا يتحدث الا للملك المختار لدرجة احد الملوك وصل عنده ورفض الحجر يتكلم له مما دعا هذا الملك ان يكسره من الغضب ليف ما تكلمتلي لانك لست المختار باختصار اذا ما هي طريقة البيكمام لقراءة البونيغليف بشكل بسيط اعتقد ان العين الثالثة عند بودنج اللي البيكمام تراهن عليها وقل لو ما تنشطت قدرتها راح يكونين مجرد فتر قبيحة ان لم تكن قوة سماوية مدمرة مثل ما اتوقعت في احد الحلقات النظريات انها راح يكون عندها قوة سماوية مدمرة فهي قوة لقراءة كل شيء وهذا اللي ممكن يساعدها على قراءة حجر البونيغليف لكن هنا نيجي لنقطة ترى اهم روجر ما كان عنده ناس تقرار له البونيغليف كان هو يسمعها وهذه نقطة باجاوبها في اخر الحلقة كان هو يسمعها ما كان عنده ناس تقرار له البونيغليف لكنه وصل الى الحقيقة غير كاملة وهذا راح يكون دور روبن وليش راح روبن بالذات اللي يكون مفيدة لما اجاوب السؤال هذا في اخر الحلقة خلك معاي راح تفهم شو الفرق بين انك ان تقراه وبين واحد من اوهارا يقراه طيب من اشي اللي احنا شفناها غريبة توماغو لما تكلم مع بيدرو لما تكلم عن الحجار البونيغليف وعن اهميتها وتفصيلها وكأنه هو اللي اوجدها وكأنه هو باحث تاريخي من اوهارا فهل توماغو من اوهارا طيب هل توماغو كان محتك بوجر وطاقمة فعرف منهم الاسرار كيف طيب عرف انا بقول لكم في كل الامم وفي كل الاساطير والقصص حارس الكنوز هو اخطر شخص له لانه يعرف جميع الاسرار دائما لما يقول لك سر بالسر الفلاني من الكنيسة الفلانية سر بالسر الفلاني من الدولة الفلانية سر بالسر الفلاني من المملكة الفلانية في قديم الازمان او كان وجد حجر خطير في اسرار وكان هالحجر متكتم عليه لطرون فجأة خرج كيف فجأة خرج عن طريق احد الخزان ليه لان الخازن للكنوز يكون هو اكثر شخص ما اطلع عليه واحنا شفنا توماغو هو اللي جاب الكنوز من اليوجن ووهلي كان راح يجيب للباقمام الكيك وهو الجالب ووهلي كان يحرص اساسا الخزنة اكثر شي وعارف شنو اهمية ما فيها فاكيد انه عارف كل حاجة تدخل الخزنة وشنه اللي يناقص عشان يكتملوا الكنز في الخزنة هل كراككر فعلا اقوى من كيهوتي؟ هذا السؤال تكرر كثير يعني لان جايبين جائزة كراككر عالية جدا اعلى من جائزة كيهوتي فهل هو اقوى من كيهوتي فعلا او لا؟ كراككر يعتبر فعلا اقوى من كيهوتي كجائزة يعتبر اقوى من كيهوتي كمنصب ان احد الجنرالات الثلاث في جيش يونيكو مش مجرد جيبو كاي لكن كفاكهة كيهوتي اقوى كهكي ملكي هكي ملكي كيهوتي اقوى كقدرة تحكم بالفاكهة هم متساوين تقريبا او متنافسين لكن لوفي مع كراككر كان كل يحتاج اعرف سر قوته مثل مع كيهوتي لما عرف سر قوته قال انقضتوني بس عشر دقاري اريح فيها لن يأخذ مني سواء لكمة واحدة فلما لوفي عرف كيف يقضي على كراككا وقضى عليه تقريبا بضربة او ضربتين بعد ما قاعد يأكل البسكوت الكاتب يستخدم فن التمطيط في القتال هذا بس عشان لازم يطول الحدث بينما يعني الحين انا جاي بعد سنتين وحاط في راسي اني اتصادم مع يونيكو وادميرالات فما في وقت تحتك مع ناس تشيبو كاي او جنرالات يونيكو لكن لو بحتك ويام لازم الكاتب يحط شوية لفة على اساس انه يطول الموضوع الحين نيجي لموضوع نجاة لوفي دوما بالصدفة ملك القراصن الذي ينجو دوما بالصدفة لوفي فعلا نجى بالصدفة في اكثر من موقف تقبلناها من البداية انا احد اللي اعترضه على نجاته عن طريق الناميجو جات ساعدته فجأة وماره كان يركث في القصر وماره مكل السمك السامة فجات ريجو ساعدته ولولا تدخل ريجو بالصدفة لكان قد مات صح لكن لوفي شرح له ثلاث اشياء من البداية اولا انه يجذب كل من حوله يعني اي واحد يشوفه لازم يساعده ايا كانت الشي الثاني انه عنده قدرة خاصة فيه من الدين تسير له الحظ الجيد لدرجة تقيدك وكأن الحظ حليف له قالوها اكثر من مرة وقال ميهوك عنه هذا اخطر من اي شخص اخر وقال ميهوك سأجرب حظك بشوف انت لأي درجة الحظ حليف وياك ليس بالدرجة يعني لما شخص زي ميهوك يسعى لقتال الاقوياء والمنافسة وشايف قدامه الويت بيرد وقال سأرقيس مدى المسافة بيني وبينه ميهوك ما تحرك من نفسه في الحرب الا مرتين المرة الاولى لما قال سأرقيس المسافة بيني وبين الويت بيرد والمرة الثانية لما قال سأرى الى اي درجة الحظ يخدمك فهنا شايف ميهوك يقارن قوة الويت بيرد بحظ لوفي لأي درجة الحظ قاعد يلعب وياك يعني مستحيل صدفة مرة مرتين ثلاثة الحين الموضوع صار اخطر انا ارى انك تسير الحظ لصالحك كأنك انطفل النبوء او طفل المختار او الطفل المسير لقدر معين فميهوك تأكد بنفسه من هالشي فوجود الصدفة مع لوفي للكوميديا نعم للتمطيط نعم للخروج والتسليك ممكن نعم لكن لو لان الكاتب من البداية شرحها ان هذا الفتى يوجد الفرص اللي تنقذ له بالصدفة هذا الفتى يوجد الاصدقاء مثل ما يوجد الاعداء لنفسه وان هذا الفتى الحظ فيه سالحه وحليف له وهذا وضح لك من قبل السنتين ان احد قدراته غير المطاط والهكي ان الحظ يلعب معاه كحليف استراتيجي فالكل مستغربش الحظ اللي عنده مرة مرتين ثلاث لكن ميهوك قالها قال الحظ معه كأنه حليف له أو كأنه صديق له وخلنا اختبر قوة حظك واختبارها وتأكد ميهوك من هالنظرية فالحظ رح يمشي مع لوفي مو بسبب ان الكاتب بس يبس يسلك لا احد قدراته هو تسيير الحظوية هنا نجي نشوح اخر نقطة كيف قال روجر البونيغلف وكيف كتب عليه وهل لازم واحد من اهارة وهل بودنغ بتقرده وتقرد البونيغلف انا جوابتك عن بودنغ اعتقد ان احد قدرات عينها انها تقرد البونيغلف كيف روجر قرى البونيغلف قالها ريلي استمع له طيب كيف كتب عليه روجر ملا اودن شي يكتب قال لي اكتب كذا 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 وكتبها اودن ليس على الحجر حتى الظهر كتبها على اه الاطار الذهبي ما كتبها على الحجر اودن يستطيع الكتاب على الاحجار فعلا لان يعرف التقنية لكن الكلام طالما انه يعرف يكتب فلماذا لا يستطيع ان يقرأ ثلاث شوحات للنقطة هذي الاول انا لو اجيب لك طفل الحين يعرف يكتب الحوف الانجليزية لكن ما يعرفش انه تبكي بالكلمات فاقول له اكتب نك يحاول يكتب ان او سي فانا ايجي اقول له اكتبها كي ان او سي نك معناها الطق لو تقول للطفل ايش معناها طيب ان قلت له اكتب كيه كتب كيه اكتب ان كتب ان كتب ان كتب او كتب او كتب سي كتب سي طيب ايش معناها انا ادري بس انت ما تدري هذي الاولى الشي الثاني سابقا كان لما يعرف بشخص يقول لك يجيده القراءة والكتابة ليش؟ ليش ما نقول يجيده القراءة وخلاص طالب انه يعرف هيقه فهو يعرفي اكتر ليش ما نقول يجيده قراءة وكتابة سابقا كان عندنا شياب يشتغلون مع المهندسين الامريكان والبريطانيين في الخليج الشايب هذا لو تتكلم يما باي لغة سواء انجليزية فرنسية اسبانية ممكن يصيدها لكن اكتب ما يعرف يكتب وبعضهم يقدر يكتب الكلام اللي انت قوله له بس شنه اللي مكتوب ما يادري يسمع يملي يحفظ ويملي فهمت؟ يحفظ ان الكلمة الفلانية تكتب بالطريقة الفلانية اش معناها ما ادري هذا الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث وهو الادق والاصرب ويجمع بعض الاحتمالين اللي قابل وهذا يشوف انها افضل احتمال لما اجيك انا باللغة العربية وانت تجيد اللغة العربية لكن لا تجيد مكنونات اللغة العربية يفهم اللغة العربية لكن لا بد انك تكون ملم بالمكنونات الشعبية لازم تكون ملم بالرمزيات الشعبية من الانيمي صارت لما جون سلفر عرف يقرأ طريقة تفك الكنز في جزيرات الكنز بس لازم تفهم شل مقصود بالجمجمة شل مقصود بعين الجمجمة شل مقصود بالقمر فلما اجيك اقول لك مثلا كمثال لما اقول لك اكتب لك على حجر البونغلر سوف نلتقي عندما ينير من الليل شاهده لم يغب يوما يشاهدني وأشاهده هذا بيت انا التوني كاتبه احيب بس عشان اشعر لكم نقطة فلما اجيك واحد يقول اكتب هالبيت كالغلز بيجي كتبه أودن شل مكتوب شل مقصود طيب يا أودن موعد اللقاء هذا متى؟ الموعد اللقاء هو يوم خمسة عشر من الشهر عندما يصبح القمر بدرا سوف نلتقي عندما يضيء من الليل شاهده اللي هو القمر يوم خمسة عشر من الشهر هو موعد لقائنا لازم يجيني واحد ملم بأسرار اللغة ومعانيها ورموزها عشان يفك البيت هذا أودن يقدر يكتبه لكن لو قل أودن شمعناه ومتى الموعد ما حيعرف منه حيفهم عالم التاريخ الشخص اللي يعرف ان الكلمة هذه اذا قيلت في الزمان الفلاني ومن القبيلة الفلانية وفي الوقت الفلاني والمنطقة الفلانية فهي تقصد كذا مثل مفسر الأحلام باختصار مثل مفسر الأحلام مفسر الأحلام ما اي واحد فين يقدر يكتب الحلم على ورقة وتحدكت فمش معناه لكن مفسر الأحلام هو اللي يقدر يفك الطلاسم هذي فأودن حتى لو عارف في قرش مكتب على الحجر ما حيستفيد ولا راح يفيد لازم واحد يتحدث مع الحجر وياخذ الحقيقة لكن بعض ما تاخذ الحقيقة الكاملة لأن اعلم شخص بالبيت هو كاتبه والمعنى في قلب الشاعر زي ما يقولون فلازم واحد يعافي فكك الطلاسم هذي عشان يشرح شو المقصود فهذا وجهت نظري العلماء هو هارا وكيف بيفكون طلاسم البونيغرف أتمنى فك الطلاسم عجبكم ولسه مستمرين في طلاسم كثيرة في أحداث ثانية جات ومحير وكيف نفكها وكيف نجاوب عليها في حلقات قادمة من هالسلسلة في النهاية قل معي سبحانك اللهم وربي حمدك أشهد أن لا إله الأن تستغفرك وأتوب إليك لا تنسى من اللايك والسبسكرايب والشير شوفكم اشتركوا في القناة